نبدأ معك دكتور عصام ونبدأ من آخر المستجدات بعد 75 سنة ولأول مرة تحيي الأمم المتحدة ذكرى النكبة ما دلالات هذا الحدث؟ يعني هو حدث إيجابي بالتأكيد ودلالاته أنه نجحنا بأنه على الأقل يكون فيه اعتراف شبه رسمي بنكبة الشعب الفلسطيني من الأمم المتحدة لكن هذا لا يعفي ولا يعني أن الأمم المتحدة لم تنفذ أي قرار خاص بالقضية الفلسطينية عدى قرار التقسيم حتى القرارات الخاصة بعودة اللاجئين بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 67 وسلسلة القرارات الطويلة فهي خطوة رمزية وإيجابية بلا شك لكنها غير كافية ومتأخرة يعني بعد 75 عاما لكن بدأ الاعتراف الدولي على الأقل يعني نعم لكن كل ذلك يأتي في ظل استمرار العدوان الاحتلالي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والمتواصل يعني منذ النكبة في العام 48 دكتور عصامو أنت أستاذ التاريخ عندما أتحدث عن التاريخ الفلسطيني وعن كتابة التاريخ الفلسطيني والرواية الفلسطينية أمام رواية التزييف الإسرائيلية في ظل عملية السطو والنهب على كل ما هو فلسطيني بدءا من الأرض وما عليها من مكونات أرشيف بصري سمعي مكتوب كل ذلك الآن كيف يكتب التاريخ وما هي مصادره كتابة التاريخ الفلسطيني مصادر كتابة التاريخ الفلسطيني متنوعة لكنها منتشرة وليس من السهل أن نحصرها في مكان واحد فلا يوجد أرشيف وطني فلسطيني ولا يوجد الفلسطينيين أنفسهم في موقع واحد فهم مشتتين في مخيمات اللجوء في قطاع غزة في الضفة الغربية في الداخل الفلسطيني في المهاجر إلى آخره فحتى ندرس التاريخ الفلسطيني نجد علينا أن نذهب إلى الأرشيف العثماني والأرشيف البريطاني والأرشيف الصهيوني والأرشيف الأمريكي وأن نكون بالتواصل مع أفراد قد يكون لديهم وثائق أو نقابلهم مقابلات شفوية حتى نحفظ هذا التاريخ فعملية كتابة التاريخ جدا معقدة برغم أن القصة معروفة جدا والسردية الفلسطينية بشكل عام معروفة جدا لكن مع كل ذلك وبرغم الإنجازات الهائلة خاصة آخر عشرين أو أكثر من عشرين سنة قد نقول لربما من الانتفاضة الأولى لكن الحملة الدولية الصهيونية الآن لإعادة تعميم الرواية الصهيونية المتطرفة التي تأخذ بالاستناد أكثر فأكثر على البعد الديني أخذ بالانتشار بشكل لم يكن مسبوك إلا لربما في الخمسينات هناك الآلاف من من هجروا ممنوعين منهم جدتي أنا من هجرت وعاشت النكبة ولحد الآن ويتتحدث عن هذه الآلام التي رافقت النكبة دكتور عصام عندما نتحدث عن تاريخ فلسطين قبل النكبة نتحدث عن تاريخ غني كانت مدن فلسطين يافا وحيفا وعكا والقدس منارة للثقافة والعلوم والسينما والأدب وكانت محجا ومزارا لكل موغوب في الدول المجاورة هذا التاريخ أين نجده الآن بعد أن تمت سرقته من قبل الاحتلال ونسبه لنفسه لأنه كان موجودا في هذه الأرض نعم صحيح الحياة الغنية لشاهدتها فلسطين في أواخر العهد العثماني وفي المرحلة البريطانية التي هي غنية جدا من ناحية النمو السكاني الفلسطيني من ناحية الدخول مظاهر الحداثة المختلفة دور سنما، مصارح، فرق موسيقية، إنتاج، مصانع إلى آخره هذه كلها غنية جدا ولفترة طويلة على ما يبدو كان اهتمام المؤرخ والبحث الفلسطيني أكثر في التاريخ النضالي اللي هو إما معاناة الفلسطيني الآنية أو في عام 48 أو دور الفلسطيني كمقاتل أو مناظر لكن بالفترة الأخيرة بدأنا نشوف نشر لمذكرات عديدة لأفراد عاشوا بتلك الفترة أو يمكن يعني مش موجودين معنا إنما وجدت أوراقهم وأصبحنا نجد حتى أفلام سينمائية تتحدث عن تلك المرحلة وبالتأكيد كان معنا الأستاذ إبراهيم الأدب الفلسطيني يمكن من أغنى الجوانب فيه هو تذكر فلسطين وعكس التجربة الفردية والشخصية لكل إنسان فلسطيني بهاي النواحي فحاليا فيه اهتمام أكبر في التاريخ الاجتماعي وثقاف الفلسطيني لفلسطين كما كانت قبل اختفائها من الخارطة بالتأكيد دكتور عيسام أكيد أن المحاولات عديدة لتزييف الواقع رغم أن التاريخ لن يرحم ولن يسكت على كل هذه المغالطات والتزييف ولكن في ضل كل هذه المحاولات كيف ترى يمكن أن يتم تحصين التاريخ أو المغالطات للفلسطينيين والعرب كذلك يعني ما في طريقة أكيدة للتحصيل من أي مغالطات لكن كلما زاد البحث وزاد البحث الجدي خاصة باستخدام مصادر موثوقة ومقابلات شفوية واستخدام أفلام وصور فوتوغرافية ألبومات عائلية إلى آخره مصادر متنوعة بما في ذلك الواقع على الأرض يعني العمار على سبيل المثال الدمار إلى آخره كلما زاد البحث كلما بنصل أقرب إلى الذاكرة الواقعية لما حصل في فلسطين وكيف كانت فلسطين لكن دائما سيكون هناك مغالطات ودائما هناك خطاب صهيوني تاريخي أو سردية صهيونية تاريخية بتفرد ذاتها على العالم بشكل عام وحتى على أجزاء من العالم العربي التي لم تعد مهتمة بالقضية الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني لكن ما في شك أنه كلما زاد البحث كلما طلعت أمور جديدة